المعارضة الإفوارية تدعم جديد إلى مقاطعة مشروع الدستور المرتقب أن يقدم للاستفتاء الشعبي في الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري بعد أن صوت عليه البرلمان بأغلبية ساحقة وصادق عليه مجلس الوزراء قبل ذلك ودعت تنسيقية القوى الدينقراطية التي يرأسها الوزير الأول السابق أباسكال أذي أنجسان الشعب الإفواري إلى عدم التصويت على مشروع الدستور المرتقب وتصف المعارضة الإفوارية الدستور الذي كان قد وعد به الحسن وترائبان الانتخابات الرئاسية الماضية بأنه فصل على مقاس النظام ولم تستشر فيه أحزاب المعارضة وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث مجلس للشيوخ ومنصب لنائب الرئيس كما يفصل في بعض الجوالب المتعلقة بالترشح للرئاسة وتنظيم الانتخابات والحصول على الجنسية غير أن المعارضة سيكون لها ما بعدها هدفها الرئيسي بقاء وترى في الحكم الذي حكم البلاد أزيد من عقد من الزمن ورفض الاعتراف بفوز وترى ما أدخل البلاد في دوامة عنف كبيرة سلم على إثر هاكباكبو إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي في 29 نوفمبر عام 2011 ويخشى الكثيرون من أن يكون الدستور عنوان موجة عنف جديدة في ساحل العاج رغم أن خروج المعارضة ضد الدستور يتسم بالفتور ولم ينح بعد منحا يمكن أن يكون له تأثير على أمن واستقرار البلاد